تشهد 14 فلسطينيين إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس ومدينة غزة في اليوم السابع والسبعين بعد المئة من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع وهزت انفجارات عنيفة مناطق غرب خام مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما قصفت طائرات الاحتلال بورغن سكنيين في مدينة الأسرة شمال غرب النصيرات وسط القطاع هذا وقد بلغ عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي 32782 شهيدا إضافة إلى أكثر من 75 ألف مصاب ولا تشمل هذه الأرقام الألاف في عداد المفقودين تحت الأنقاذ وفي الطرقات والذي يمنع الاحتلال تواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم أدانت الخارجية الفلسطينية حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم السبع والسبعين بعد المئة على التواري والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بما فيهم النساء والأطفال وذكرت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع وتقوم بتقطيع أواصله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعضه وحذرت من مخاطر أي ترتبات تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن اليوم الثاني للعدوان وتعمل على إنجازها بشكل تأمري وتصفوي بهدف تكريس سيطرتها العسكرية والأمنية على قطاع غزة وفصله تماما عن الضفة الغربية المحتلة وضرب الجهود الدولية المبدولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين في ظل الشرعية الفلسطينية المعترف بها قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أنه تم تأجيل مهمة مشتركة شديدة التعقيد إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة بسبب تأخير الإجراءات الإسرائيلية وأضف مدير عام المنظمة أنه تم ربط ثلاث مهمة سابقة للمستشفى الذي لا يزال تحت الحصار منذ ثامن عشر من مارس الجاري منوها بأن الرفض المتكرر لم يمنع المنظمة من الوصول إلى المرضى في حزب بل أدى أيضا إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنفذة المنقذة للحياة من خلال تشتيت الموارد المحدودة ودعا أدهانوم لاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل ممر إنساني آمن مشددا على ضرورة عدم عسكرة قطاع غزة أو مهاجمته كما دعا مجددا إلى وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر